الوسائل يستعملونها كغايات والأمور الخلافية وينظر إليها بأنها ثوابت وينظر إليها بأنها قضية دين وينظر إليها بأنها قضية إيمان وكفر فإنما هي كلها وسائل هذه النظرة الوسائية من قبل بعض الحركات الإسلامية على الحاضنة الشعبية وعلى الشعوب ألا تولد عندهم ردة فعل الإكراه يكون الإنسان يصلي ويصوم والمرأة محجبة والأمور كلها جيدة يأتي هؤلاء تحجبي صلي إذا بالمسجد يكون مصلي هذا يولد ألا يولد نفورا عن الدين يعني عندما أنت تفرض أمرا بالقوة يمارس هذا الموضوع قد تحقق غاية أنه يمارس هذا الموضوع مطبقه لكن عندما تذهب هذه الحركة الإسلامية قد يكون هناك ردة فعل عكسية يعني أنت بدل من أن تحقق ما تريد من نشر الإسلام والدعوة إلى الله عز وجل ستحقق الأثر السلبي عند هذا المجتمع ويولد ردة فعل ونفور ولاحظنا حقيقة في أفغانستان عندما دخلت أمريكا ماذا جرى يعني كثير من الناس وجدتهم يمارسون ممارسات بخلاف الممارسات الأولى لأن كثير نسمع من أهل في سوريا أنهم عندما يخرج هذا الفصيل سيمارسون ممارسات أخرى مخالفة نكاية بهذا نعم نكاية فقط نكاية بينما أنت تنظر إلى الإسلام كيف انتشر كيف انتشر الإسلام من خلال التجار من خلال المعاملة من خلال الحب الإسلام من خلال محبة الإسلام ولم ينتشر الإسلام بالفرض والإكراف في الدول ومين الشعوب حتى هذه المظاهرة التي ظهرت يعني استغفر الله من قولهم يعني يقولون نحن نحن المرتدين أتينا نعلمكم كيف الدين يعني هذه أحد تجلياتي ردت فعلا يعني أريد أن أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل فرض سهم لمؤلف قلوبهم في الزكاة يعني بأجل أن يحببهم إلى الإسلام فكان هناك سهم من أسهم الزكاة هو لهؤلاء الذين أسلموا حديثا وتريد أن تحببهم في الإسلام فتعطيهم بعض الأموال تحبيبا لهم في الإسلام ثم يتمكن الإسلام في قلوبهم الآن أنت ماذا تعمل الآن تقوم بعملية عكسية تقوم بتنفير الناس عن هذه الدعوة الإسلامية بدل أن تحببهم بدل أن تريهم المشروع الإسلامي بدل أن تريهم مشروع الدولة الإسلامية الشعب منذ خمسين سنة أو أكثر منذ سقوط الخلافة العثمانية وبعيد عن دولة إسلامية بدل أن تقدم لهم نموذجا حضارية من أجل أن يدافعوا عنه من أجل أن يعتنقوه هنا تدعوهم إلى الابتعاد عن الإسلام لأنك تمثل الإسلام في هذا الموضوع